بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة العرفان الإلهي من هو العارف بالله تعالى ومتى يمكن أن يطلق على عبد من عباد الله تعالى بأنه فعلا بلغ مقام العرفان الإلهي الحق أن العارف بالله تعالى هو ذلك العبد الذي اصطبغ بالصبغة الربانية وتمثل قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين فصار عبدا مصطبغا بصبغة الله متخلقا بأخلاق الله فقد فنت صفات نفسه ومراداتها في صفات الله تعالى ومراده فلم يعد له بين يدي الله تعالى أي اختيار ولا لروحه على غير عتبات الله قرار فهو عبد لله وبالله ولله وفي الله تعالى قال أحد العارفين العارف بالله كلما ازدادت معرفته ازدادت هيبته وقال ذنون مجالسة العارف كمجالسة الله تعالى يحتملك ويحلم عنك تخلقا بأخلاق الله تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم وقال الإمام أبو القاسم الجنيد العارف لا يكون عارفا حتى يكون كالأرض يطأه البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب وقال أحدهم أيضا لا يكون العارف عارفا حقا حتى يصل لدرجة أنه لو أعطي مثل ملك سليمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عين فهذه جملة من أقوال أهل الله تعالى عن العارفين ولكننا نختمها بمسك الختام وهو تعريف حضرة الخليفة الرابع ميرزا طاهر أحمد رحمه الله تعالى للعرفان الإلهي ومن هو العارف بالله حقا حيث يقول حضرته رحمه الله ما معنى إن مجرد القول يا ليتني أصل إلى وصال الله ليس عرفانا العرفان هو أن يقول الإنسان إنني قد وصلت إلى علاقة به تعالى بحيث أن كل طاقتي قد اضمحلت ولم يعد بي طاقة أن أقطع علاقتي به وأذهب إلى غيره لقد أصبحت مثل الحصان الذي لا يمكنه أن يتجه إلى أي وجهة دون فارسه هذا هو ما نقوله عنه إحساسا وعرفانا إن من يصل إلى هذا المقام يقول الآن أصبحت علاقتي بربي قوية بحيث أنني حيثما ذهبت سأعلن أنني عبد لله ذلك العبد الذي وإن حاول الإنفصال عن سيده فسيده بنفسه يعيده إليه أرأيتم لو أن كلبا سقط طوقه عن عنقه أو ضاع فإن كل من يراه هائما على وجهه سوف يأخذه ويعيده لصاحبه لأنهم يعلمون أن هذا الطوق هو الرباط الوثيق بينه وبين مالكه حتى ولو سقط عن عنقه هكذا إذا خلق الإنسان وارتقى في سبيل العرفان فإن طوق العبودية لا يفارق عنقه فإذا ماتاه يوما وطرق باب غير الله فسيعرف الناس كلهم أنه عبد الله وعندما يصل الإنسان لهذا المقام يصبح مثل القطة التي إذا ما خرجت من بيت مالكها فإنه يجري وراءها حتى يمسك بها سواء عادت برضاها أو بغير رضاها إذا وصل الإنسان إلى درجة درجة العرفان فقد حقق بمعنى العبودية حتى لو أراد أن يرتد فإنه لا يقدر على ذلك حتى ولو حدث في العلاقة بينه وبين الله خلل فإن الله تعالى لا يسمح له أن يضيع إن مالك البقر لا يسمح أبداً أن تضيع لأنه يرى أنها من ماله فنحن أيضاً علينا أن نكون مال الله لكي لا قدر الله حتى لو أردنا البعد عنه تعالى فإنه تعالى لن يسمح بأن يضيع ماله هذا المقام عندما يصل إليه الإنسان فإنه يصبح محفوظاً من الخطر وإذا حصل عليه الكثير من أفراد جماعتنا فلن يكون فيها أي فساد ولا فتنة لأن محبة الله سوف تتخلل كل جوارحهم وملكاتهم وسوف تظهر العبودية دوماً كطوق حول أعناقهم تابعونا في الحلقة القادمة